المترجم للقلق موجود يعني لأنه لسه الأدم ما تتوقف نهائيا الشرطة أول إشي يعني كانت لقت الجثة قريب عبيتنا يعني لما لو أخوي طلعنا ونمسكنا كثير ناس نمسكت بس إحنا على هو ما فيش شكوى من أختها لستي بالنسبة عشان وقرائبها بيّن عندهم فاضطروا أنهم يخذونا أخذو شبه للكل كان عمري أنا تقريباً ثلاثتاشة أربطاشة سنة ف أخذو أمي وأبوي وأمامي وجدي وأخواني وأختي أمي كلنا روحنا على التحقيق كلنا أبوي وأمامي قاعدوا ثمانة أيام بالتحقيق وطلعوا أختي قاعدت سنة وأنا قاعدت سنة ونص وأخوي سنتين الكبير طلعونا إحنا عدم مسؤولية لأنه كنا حدا ومو مبين شو سبب الوفاة يعني إحنا بالنسبة لأمنا ما منعرف فبالنسبة لأمي يعني ترفض عشان تطلعنا لأنه كنا إحنا كمان نتعذب قدامها عشان تعترف كانوا يضربونا قدامها تقريباً 2008 و2009 بلشنا يعني بين 2008 و2009 عبما وقفنا على التحقيق وعرفنا كيف الروح نيدي وما حدا كان يساعدنا ولا حدا كان الكل يستغلنا ويستغل وضعنا وينصب علينا فاصلنا نروح إحنا نتابع الأمور ونترجى الناس وهذا عشان يتنازلوا يعني حتى لنا أخو ستي طلب أول إشي 40 ألف بعثنا ناس وهذا عبما نزلوا إلى 20 ألف ودفعنا له وجبنا صلح منه وأمامي ما خلينا حدا يتواصط عشان لها وتنازلوا وظلت عام تهاي طالع من 2003 من 2003 طالع من البلد هون وبتحكي أنا ما بدي أرجع فيعني صعب أنه نقدر نوصل لها لأنه ما بترد فأكيدنا نحل الموضوع السلح السادس أنا ما بارك يتواصط عشان سويا سويا السلح في سوداء صحيح اشتركوا في القناة